مرحبا من بعد بريك أسبوعين رجعنا بموسم جديد وحلقات جديدة من مبتقطع وشو قطع علينا بهالأسبوعين أنا مثلا مش قاطع علي مثل هالفيديو يلي انتشر من كم يوم عالسوشال ميديا لفنانة لبنانية كانت مولعتا على المسرح وانتبهوا كانت عم تحكي عن قضية كتير مهمة وحساسة بغنية فينا نقول عنها هاتفة شوفوا وقولوا لي انتوا اذا بتقطع او ما بتقطع الله شو هالمستوى يعني كلام لحن أداء ما معروف اذا فيت تغني ولا طالع تحارب هلا اذا عم تسألوا مين بتكون حضرتها الفيديو نشروا بداية الصحفي الزميل ميشيل أبي راشد وتبين انه اسمها ليال خوري وبتعرف عن حالها كان نجمة لبنان والخليج يعني فرد مرة نجومية وابداع وابتكار شو بدنا اكتر من هيك للحقيقة اذا هيدا هو الفن وهيدا هي الموجة الجديدة وهيك صارت الغنية الشعبية العود بسلامتنا جميعا تعيشوا وتترحموا بكل البلدان وخاصة بالأزمات فيه فن شعبي بيحكي عن مشاكل الناس وبالغطة البسيطة لغة الشارع والحارة والحي بس هيك فن له أربابه وإله جمهوره وإله قصصه وهو بالأساس فشة خلق وبيحكي بالسان الناس ضد الأشياء اللي مش مقبولة عندها مش بالقلب أو بالعكس بيحول اللي مش مقبول والشواز لقاعدة وبيقدموا على أساس انه هيدا هو حكي الناس وهيك الناس بتفكر لأ في فرق كتير كبير بمصر مثلا الفن الشعبي كتير بيحكي عن الغدر والظلم وعندك غنية مثل أهلا ولعبتي يا زهر لأحمد شيبة كسرت الدني وما ضل فنين ما غنيها وبي لبنان بيقلوا لك فن شعبي على أساس ما تقس النقد والناس هيك بتحب لأ الناس مش هيك بتحب لأنه لما بتعملوا غنية اسمها يقبرني الله الخيانة وبتحولوا موضوع مش مقبول لا اجتماعيا ولا أخلاقيا لما يدي تافهة هزلية ورخيصة أكيد القصة ما بتشبهنا وما بتقطع هلأ عسيرة شو قطع ما قطع بيها الأسبوعين معقول ما نحكي عن الغزالة ريئة لا ما بتقطع يعني يا جماعة ما هي ما عادت ريئة ولا صارت موترة قد ما عجق الموضوع نضال فيش حساب على تويتر وإنستغرام وفيسبوك وتيك توك ما عمل فيديو على الغزالة ريئة صار الواحد إذا مثلي أنا مضطر يتابع سوشال ميديا بده يعمل ألف حساب قبل ما يفوت على حسابه لأنه ما بيعرف أي لحظة في غزالة بتنطله وما بيعود شي شيلة من راسه هلأ الغنية أكيد مأخوذة من فيلم من أجل زيكو وهي بصوت الطفل الموهوب جدا محمد أسامة وهو طبعا غير الطفل يوسف صلاح يلي قديها بالكليب الغنية نزلت من ثلاث أسابيع قبل طرح الفيلم على أساس أنه بتروجله تعمله شوية دعاية بتقوم بتجيب أكتر من 47 مليون مشاهدة هيدا بس على يوتيوب غير الملايين يلي جايبتها على السوشال ميديا يعني ممكن بالآخر تطلع مسجلة مشاهدات أكتر مما الفيلم معقول يعمل إيرادات صحيحة لأ الغنية مهدومة والناس حبينا وهي فعلا لذيذي وبتستاهل النجاح بس هالقد انتشار يعني خلص ارحمونا هيدا صار انتشار وباقي مش عمل غنية بلبنان دايما التطورات السريعة والدراماتيكية وسبقتنا ومتل ما بيقولوا بهذه الدعاية المشهورة مش حتلحق تغمض عينك قيب لبنان ما معك مجال حتى ترفجفنك يعني معقول شو ممكن يصير بأسبوعين والله شي ما بيتصدق هيك فجأة شهد لبنان اول زيارة لكائن فضائي جاي خطنار من كوكب الزهرة على كوكب الارض بعد 1500 سنة صار علنا نبي جديد بلبنان السمك طلع عنب والبيض طلع فيه شيطان ليكم الله خبرية هيدا كله صار بأسبوعين بس الله وحده اللي بيعرف كارمن شماس شو اللي صاير معه هنيئا لنا ولجميع العربي والعالم اجمع برسول مرسل بعد 1500 عام هنيئا للارض ببنيها البار منقذها من جحيم البشر والاشرار طبعا ما راح روح بالسخرية على كارمن هي اعلامية وعندها مشوارة بس الموضوع الموضوع بحد ذاته مسخرة ومش بس مسخرة هو مسخرة وفعليا استغلال ليأس الناس لانه بها المرحلة تحديدا بالبنان في كتير فقر وفي كتير انهزام وفي كتير رعب رعب يلي عم بيصير فكرمال شو عم تعطو الناس اما الكذاب بمخلص اصلا دجال وعم تلعبوا على عواطف الناس المأهورة باختصار ومن الاخر يمكن بسبب الوضع الاقتصادي في كتير لبنانيين فلسين ويمكن ما معون ياكلوا بس على الاكيد ما رح يشتروا هيك خبرية ارخيصة مستهلكة وما بتقطع براس عائل كل الناس بتقول انه ضد الخلافات بين الفنانين وبتفضل المحبة والسلام والويام بس انا شخصيا غيرت رأيي وغيرت رأيي تحديدا من بعد ما سمعت الالبوم الجديد للفنان بهاء سلطان لانه اذا كل ما منتجوا فنان متخنقين بيتصالحوا متل ما تصالحوا بهاء سلطان والمنتج نصر محروس فانا من دون تردد بقلكن رحوا تخينقوا رحوا على المحاكم حتى اذا رح ترجعوا لنا بهيك اغاني صلحة مش معقول الشغل المسيئي المعمول بهالالبوم نصر محروس عزيز الشافعي ومحمد يحيم بدعين باغاني شعبية طرابية فعلا من الطراز الرفيع وبمستوى عالي اشتقنا نرجع نسمعه بصوت هالقد متمكن وعنده خصوصية كبيرة بالأداء والطرب والسلطنة متل بهاء سلطان بس يمكن مش كتار اللي انتبهوا انه شيرين عبدالوهاب كانت حاضرة بوحدة من اشهر اغنيتها الالبوم وهي تعالى دلعك باحدة لقطات الفيديو كليب بتمر على الشاشة الموجودة خلف المنتج نصر محروس مشاهد من كليب جرحة تاني لشيرين وهي طبعا من اشهر اغنيتها ويلي اطلقتها ببدايتها وكانت من اخراج ومن انتاج نصر محروس يلي يعتبر اول من اكتشف شيرين وكمان اكتشف تامر حسني قبل ما توصل طبعا الخلافات بيناتهم للمحاكم ويفكوا تعائدهم الانتج المشهد قطع على الهوى بس يا ترى هالرسالة المبطنة قطعت عند شيرين كل شي اله نهاية بهالدناء الا شائعات وفاة الفنانين سبحان الله كيف بتظلم كاملة اللي معهم بفهمه انه اذا الفنانين مش مصدقين والجمهور مش مصدق واللي كاتب الخبر اصلا هو نفسه مش مصدق عشوه بعد بتنتشر اخبار شائعات الوفاة اخر فترة ركزوا على عاد الامام بعدين ميادة الحناوي بعدين فنان العرب ومحمد عبدو وكلهم الله يطول بعمرهم حتى الاعلام المصري واقل الابراشي الله يرحمه ريت كتير مقالات حكيت انه وضعه النفسي كان سيء جدا قبل وفاةه بسبب اشاعات الوفاة يلي كانت منتشرة خلال فترة مرضه واخر خبرية كانت انه القيصر قاذب السهر رحل عن عالمنا باشاعة ما ممكن ينقال عننا غير انه تافها مغرضة ومريضة كرميل شو كرميل شوية لايكات تفاعل وبلبلة عم بتقدموا مضمون رخيص وفي كتير من الافلاس بس الافلاس الحقيقة بحالتكن هو بالدرجة الاولى افلاس اخلاقي رجع مرة جديدة سيناريو الجرأة بالاعمال الدرامية يعبى الصفحات الفنية ومن بعد قصة البوسي الشهيرة بين النجمين عبد المنعم عميري وكند حنة بلبلة جديدة حول مشهد جديد كمان نوصف بالجريء وهالمرة بين النجم السوري صلافة معمار والنجم اللبناني رودريج سليمين بمسلسل على الحد يلي عمين عرض على تطبيق شاهد انا بجزوم انه كل اللي انتقدوا ونظروا قدانه مش حاضرين شي من المسلسل لانه مش معقول مش معقول يكونوا هالقد اتاخدوا بلقطة وحدة قطعتوا بمشهد واحد وما قدروا يشوفوا كل الشغل الحلو المعمول على صعيد السيناريو والقصة القوية والاخراج والتركيبة الدرامية واداء الممثلين ممثلين فعلا ابا ضيات عم بقدموا اداء ومستوى عالي بينرفع الراس فيه في كتير قضايا على كل حال مهمة وحساسة عم يترحى المسلسل بجرأة اهم بكتير من جرأة مشهد او موقف مثل قضايا التحرش الاختصاب الخياني اللي عنف ضد المرأة الظلم وغيرها وهيدي هي الجرأة اللي مفروض نركز عليها ونشجعها بدل ما نلتهي اذا فنينة بيّن كتفة او كيحل اجرى بشلقطة واذا بدنا فعلا الدراما العربية تروح لقدام لازم نشيلها بقى من ميزان المعايير الأخلاقية ومن التنظير ونحسبها ونحاسب عليها على اساس المعايير الفنية وقلا رح تضل سلتنا للدرامية فاضية ومثل العادة مش كل الاخبار الفنية ما بتقطع لانه في كتير اشياء ما بيقطع انه ما نحكي عنها ونسلط الضوء عليها حتى لو ما كانت مثيرة للجدل وهيدي تحديدا يلي ممكن ينقال عن الفنين اللبناني جوزاف عطية جوزاف شارك بحفل خطام منتدى شباب العالم يلي اقيم الخميس بمصر بمشاركة عربية ودولية كبيرة وقدى خلاله اغنية انا الانسان برسالة واضحة بتدعي للامل والتمسك بالانسانية وبطموح الشباب العربي وبالرغم من كل الاشياء يلي ما بتقطع بالسياسة وحتى بالفن بلبنان بيضل في فنانين عصاميين موهوبين لأقصى درجة طموحين وناشحين والاهم انسانيين مثل جوزاف عطية بينشاف الحال فيهم وما بتقطع ما نضوي على ناجحاتهم ومع هالخبر بنوصل لختم هالحلقة من الموسم التاني من ما بتقطع بتمنى تكونوا حبيتوها وبيهمني اعرف رأيكم بكل المواضيع يلي طرحنيها والمفتوحة عني اش تحت هاشتاغ ما بتقطع انا بلاقيكم بحلقة جديدة كل احد ست المسا دايما عبر هنا لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر